بدأت الأربعاء محاكمة كريم بنزيمة بتهمة التواطئ في عملية ابتزاز ماتيو فالبوينا زميله السابق في منتخب فرنسا ومن المقرر أن تستمر المحاكمة لمدة ثلاثة أيام في غياب نجم ريال مدريد وممثلا بفريقه القانوني القضية ترجع جذورها إلى عام 2015 عندما تلقى فالبوينا عدة مكالمات هاتفية من مجموعة مبتزين بسبب شريط جنسي له في حوزتهم في وقت لاحق من نفس العام تحدث زميله بنزيمة معه حول مقطع الفيديو المعني لما تسبب في فتح تحقيق مع بنزيمة وإبعاده بالتبعي عن منتخب فرنسا لمدة ست سنوات وقدم بنزيمة استئنافا على أسليب الشرطة في جمع الأدلة لكنه رفد وحدد أكتوبر الجاري موعدا لإجراء المحاكمة ويخضع خمسة أشخاص للمحاكمة وهم أكسل أنيوت موظف يشرف على خدمة وقضاء حاجة عدد كبير من اللاعبين الفرنسيين وهو أول من اكتشف وجود الفيديو أثناء إصلاحه حاسوب فالبوينا في عام 2014 مصطفى زواوي وسيط كرة قدم فرنسي من أصل جزائري وبائع مجوهرات تم اتهامه بكونه حلقة الوصل بين أكسل أنيوت والدائرة المحيطة ببنزيمة وقدى في وقت سابق أربعة أشهر في حبس مؤقت يونس حواس يعد أول من تواصل مع فالبوينا هاتفيا بشأن الشريط الجنسي وقدى بدوره أربعة أشهر سابقة في الحبس المؤقت كريم زنادي صديق طفولة بنزيمة وذراعه الأيمن لسنوات طويلة تم اتهامه بلعب دور الوسيط بين المبتزين الأصليين وبنزيمة وأخيرا كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا المتهم بالتواطئ في عملية الابتزاز الهدف التاريخي الرابع لريال مدريد يواجه خطر السجن خمس سنوات ودفع غرامة تبلغ تسعين ألف يورو لو ثبتت إدانته في القضية بدأت المحاكمة بشهادة المجني عليه فالبوينا الذي كشف أن جابرييل سيسي هو أول من حذره بشأن الشريط لم أفكر أبدا في دفع الأموال لمحاولة منع ظهور الشريط لكني شعرت بالتهديد وأنني في خطر لذلك توجهت للشرطة كرة القدم هي حياتي كنت أدرك أنه لو خرج هذا الفيديو للنور فإن وضعي سيكون صعبا في منتخب فرنسا بعدها استدعى المتهم يونس حواس للشهادة تحدشت مع فالبوينا ولكن ليس بشأن تلقي الأموال لمنع ظهور الشريط ثم جاء الدور على أكسل أنيوت الذي أوضح أنه الشخص الذي عثر على الشريط وأنه رآه فرصة ليتمكن من تسديد خمسة وعشرين ألف يورو كان مديونا بها أنيوت شرح أنه أراد تسريب الفيديو حتى يستعين به فالبوينا بفضل مهاراته في مجال التكنولوجيا لإزالته وعندها يقوم فالبوينا بدفع المال له خلال استراحة الغداء تحدث فالبوينا للصحافة القضية دائرة منذ ست سنوات تقريبا وألاحظ أن الجميع متواجد باستثناء بنزيمة هذا أمر مؤسف مع استئناف المحاكمة جاء الدور على مصطفى زواوي للدفاع عن نفسه أنكر ابتزاز فالبوينا أو تلقي أموال منه لقد توصلت مع فالبوينا لمنع خروج الشريط إلى النور أصدعناه معروفا وضمرنا الشريط وهو شكرنا لكننا لم نرغب أبدا في ابتزازه كما وجه اتهامات لجابريل سيسي وأنتوني فيدون أحد الوسطى وليونس حواس وهنا يقدر التنويه أن سيسي قد برئ من تهمة الابتزاز في وقت سابق خصوصا أن فالبوينا يعتبره صديقا له وأنه حاول فقط تحذيره من وجود الشريط ليرد فالبوينا على زواوي أسمعه يقول أنه أراد مساعدتي هو أمر جنوني فيما استمر زواوي في إطلاق تعليقاته الكوميدية بغرض إضحاك الجالسين وتطرق لحجم فالبوينا وطريقة كلامه لكن الأمر لم يكن كوميديا في نظر رئيس المحكمة وفقا لصحيفة لكيب ثم خرج فالبوينا ليعطي شهادته بشأن ما حدث يوم السادس من أكتوبر عام 2015 في كلير فونتين مقر تدريبات منتخب فرنسا بنزيمة ألح علي لإقابل صديق له لكنه لم يكشف عن اسمه الفارق بين سيسيه وبنزيمة أن سيسيه نبهني فقط لوجود الفيديو لم يتطرق لحلول مثل بنزيمة الذي نصحني بالتحدث إلى صديق له شعرت أن بنزيمة جزءا مما يحدث وأنه أراد إرهابي كنا زميلين علاقتي به كانت طبيعية في المنتخب لكن بعيدا عن ذلك لم نتقابل أبدا بنزيمة لم يتحدث معي أبدا بشأن المال لقد قلت ذلك دائما لكنه كان مصرا لم يرغب في مساعدتي بل قال لي إن الأمر خطير وأن منافسات اليورو تقترب لم أكن لأقدم دعوة في الشرطة لو عرفت أن بنزيمة جزءا مما يحدث أبدا من أجلي ومن أجل منتخب فرنسا هذا يؤلمني لو لا كل ذلك لكنت قد شاركت في يورو عام 2016 ثم ظهر كريم زناتي صديق بنزيمة وأعطى إفادته كريم بمثابة شقيقي لقد تحدثت مع بنزيمة عن الشريط الجنسي بطلب من زواوي بعدها عرضت المحكمة مجموعة من التسجيلات الصوتية التي جمعت بنزيمة بكريم زناتي ليعلق زناتي لو انتبني شك ضائل أن الأمر فيه شبهة ابتزاز لما وردت بنزيمة في ذلك لكنه تلقى ردا قويا من المدعي العام يبدو ذلك قولا ساذجا جدا بالنسبة لشخص تورط في أمور عديدة ورد زناتي جاء غاضبا وما علاقة ذلك؟ أين الرابط بين الأمرين؟ لقد تمت إدانتي بالسرقة المسلحة وتجارة المخدرات مكالمتي مع بنزيمة كانت مجرد عبث بين الأصدقاء بالاستماع إليها الآن أقول إنها كانت سخيفة لكننا لم نتجاوز فيها الخطوط الحمراء بعد المحاكمة تحدث سيلفيان كورمي عضو الفريق القانوني لبنزيمة إلى الصحفيين وكيلي ليس هنا لأنه تواجد يوم أمس في أوكرانيا وحاليا هو يستعد للعب في مدينة برشلونة وهذه ليست ظروفا ملائمة لحضور محاكمة من ثلاثة أيام لو رأت المحكمة أن حقة غيابه غير مقنعة لأخبرون بذلك لكن ذلك لم يحدث المحكمة تبالغ في تفسير بعض الكلمات في مكالمة جمعت بين صديقين رأينا كيف كرر المدعي العام نفس العبارات وكأنه إنسان ألي السيد فالبوينا يكن الضغين يرى أنه تم استبعاده من منتخب فرنسا ولم يعود لصفوفه أبدا بينما كريم بنزيمة حاليا على قمة عالم كرة القدم ما يحدث هو نوع من الغيرة القضية الدائرة منذ ست سنوات تسببت في غياب بنزيمة عن يورو 2016 ومنديال 2018 قبل أن يعود مؤخرا لصفوف منتخب فرنسا فهل نصل أخيرا إلى نهاية لهذه القضية الماراثونية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر